بعد خمسة عوام من انقلاب ميليشي الحوثي وصالح يبدو حال البلاد أشد سوءاً مما كانت عليه لحظتها وعلى الرغم من كل تلك الشعرات التي رفعها الانقلابيون والتي حظيت ببعض التعاطف من قبل بعض اليمنيين إلا أن النتيجة القائمة الآن تشير إلى أن اليمني هو المتضرر الوحيد مما يسميه أنصار الانقلاب ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أهلاً بكم كانت أهم شعرات الحوثين حينها إسقاط الزيادة السعرية التي فرضتها الحكومة على المشتقات النفطية أنذاك بالإضافة إلى الشعارين الكبيرين حماية السيادة الوطنية ومكافحة الفساد بعد خمسة أعوام تبدو النتيجة كارثية فزيادة السعرية التي فرضها الحوثيون بعد سيطرتهم أضعاف مضاعفة فيما باتت السيادة الوطنية في عهدهم أثراً بعد عين وصار قيادات الجماعة رموزاً للفساد غرق اليمنيون فيما يمكن تسميته بالحقبة السوداء وتراكمت على المواطنين كل الكوارث في ظل حرب مستعرة منذ خمسة أعوام وأكثر من ذلك لا تبدو سلطة الحوثيين مكترثة ولا يهتم قياداتها سوى بمراكمة ثرواتهم على حساب المواطن اليمني يقول الحوثيون وأنصارهم إن كل ذلك يأتي في سياق الحرب التي شنت عليهم وإن ظروف الحرب هي السبب في أنهم لم ينفذوا وعودهم فيما يقول قصومهم أن الأمر لا يتعلق بظروف الحرب بل في الفكرة من أساسها فالفكرة التي أسقطت البلد في دوامة الحرب لا يأتي منها ما ينفع الشعب وهو ما أثبتته الأحداث خلال الأعوام الخمسة الماضية كما يقولون للنقاش سيكون معنا من تعز المحلل السياسي عبدالهادي العزعزي ومن نيويورك الناشط السياسي محمد الزبيدي أرحب بكم أضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد الزبيدي بعد خمسة أعوام من انقلاب الحوثين وصالح ما الذي حصل عليه اليمنيون أولا أريد أن أوضح مفهوم انقلابه كانت ثورة شعبية وهذه الثورة الشعبية شاركت فيها مختلف القوى السياسية في الشارع اليمني ومنها أنصار الله وبقية المكونات السياسية وشركائهم في هذه الثورة التصحيحية التي جاءت بعد ثورة الحادي عشر من فبراير وهي عبارة عن ثورة تصحيحية لما جاءت به ثورة الحادي عشر من فبراير الثورة كانت سلمية ثورة حملت الكثير من المعاني السلمية والتي تطالب بإصلاحات والكثير من الإصلاحات في الحكومة اليمنية التي ظلت تنهج نهج الفساد الذي كانت عليها النظام السابق نظام علي عبدالله صالح ثورة الواقع الحادي عشر من فبراير كانت ثورة شبابية حتى ركب عليها بقية المكونات السياسية التي كانوا مشاركين بالنظام السياسي السابق بشكل أو بآخر ثم لوثوا مسار الثورة وحولوا مسارها ويعلوها ثورة تسلط وثورة انتهاكات الإرهاب كان والتفجيرات الإرهابية كانت على مرأة ومسمع العالم ثورة الحادي عشر من فبراير أقصد الواقع عشر من ستمبر ثورة تصحيحية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى أسقطت بقية القوى التقليدية التي كانت مرتهنة للخارج شاركت بقية المكونات السياسية في الداخل اليمني وأفضت إلى اتفاق سلم وشاركة مع بقية المكونات على رأسهم كان انذاك الهادي وكان لازال رئيسا للجمهورية وموافقة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص أين ذاك إيمال بن عمر إذن ثورة كما تسميها ثورة الحادي الحادي وعشر من ستمبر ثورة سلمية أسقطت بقية قوى الارتهان للخارج أنقل هذا الأمر إليك وأطرح ذات السؤال المشترك إليك سيد عبدالهادي العزعزي ورحبكما بطبيعة الحال إلى هذه الحلقة بعد خمسة أعوام مما يقول عليه كثيرون انقلاب ويقول عليه السيد محمد الزبيدي ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر ما الذي حصل عليه اليمنيون بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم الشكر لك والشكر لضيفك الكريم من الولايات المتحدة لكن الثورة لها أسس ولها قوائم ولها استعدادات ولها شروط موضوعية الثورة كانت لم تضع رحاها الثورة السلمية التي خرجت في ثورة الحادي عشر من فبراير في عام الفين وتسعة وحد عشر لم تضع أوزارها لتأتي ثورة جديدة كنا لا زلنا فيما نسميها اليوم بالمرحلة التمهيدية والمرحلة الانتقالية لبناء الدولة هذا العمل الذي أقدم عليه مع الأسف الشديد رفاقا لنا في الثورة وهم الإخوة الحوثيين بانقلاب عسكري محدد أولا أخرجنا من طورة السلمية التي كانت قائمة والتي لم تحاول قدر الإمكان الصدامة مع الجيش والأمن وظلت بهاتين المؤسستين بعيدتين وهما يدركون تمام الإدراك أن العنف هو مربع السلطات وليس مربع الثائرين وليس مربع المطالبين بالتغيير على مدار تاريخ الدولة في العالم العنف دائما مربع السلطات لأن السلطات هي من يحق لها احتكار العنف وإعادة تنظيمه واستخدامه لحماية مصالح المجتمع العليا والمصالح الداخلية وإحفاظ الظلام بعد خمس سنوات اليوم بعد 1800 تماما و25 يوما من هذه الحرب التي طال عمدها منح الحوثيين السلطة الشرعية اليمنية تمديد التمديد ليظلوا خمس سنوات واليوم هناك بعض المراهنات التي تطرح أنه في حال أي تفاوض فإننا سوف ندخل فترة انتقالية جديدة أي أنهم منحوهم عمرا كبيرا فقدنا مؤسسة الجيش فقدنا الأمن فقدنا كل ما يمكن أن نقول أننا فقدنا فقدنا ثقة المواطنية فيما بينهم البين فقدنا قسم كبير من الجانب الاجتماعي والانسجام فقدنا ما بقى من هوية وطنية متشضية وصرنا ندور داخل هويات استدعينا العالم إلى باب المندبة وفوق رؤوسنا استدعاه الحوثي إلى فوق رؤوسنا كان الناس أوضعهم متعبة وهم يتقضون رواتب فأصبحوا بدون رواتب وغيره مع الأسف الشديد القمسة السنوات التي خرج فيها الحوثي أسقط كان يتظاهر الإسقاط ألف ريال على القرعة فأسقط ما يزيد على مئتي ألف ضحية في الداخل وعشرات أو بالآلاف من المعتقلين والمخفيين والمشردين وأكثر من اثنين مليون لاجئ خارج البلد كل هؤلاء هم ضحايا هذه المرحلة كنا بأمس الحاجة لهذه الإمكانيات ولهؤلاء الأفراد ولتلك الطاقة الخلاقة لثورة الحاج عشر من فبراير في بناء مجتمع والخروج من هذه الموازنات كان الحوثي شريكا لهؤلاء داخل مؤتمر الحوار لكنه أتى يتحسس الوطن من رأس بندقيته زحفا على الإسفلت الأسود من صعدا إلى صنعا أسقط كل شيء وأعطى فرصة حياء لقوة كانت تحتضر وكادت أن تخرج خارج المشهد وأن يكون هو واحد من القادمين القدود فأتى يزيح الجميع ولم يدرك أنه أزاح نفسه وحمل ثقالة كبيرة جدا من الأعباء والتكاليف والعداوات التي نسأل الله أن يقنب البلد آثارها مستقبلا طيب سيد الزبيدي يعني تقول عنها ثورة هذا ما ستقوله أنت ربما دائما يقول عنها السيد عبدالهادي العزعزي وهذا ما سيقول عنها انقلاب وهذا ما سيقوله ربما دائما اليمنيون لا هم الحكم في ذلك لكن الآن ما يهمني أنا عندما رفعت شعارات الحادي والعشرين من سبتمبر رفعت شعارات كثيرة ما الذي حصل منها؟ ما الذي تحقق منها الآن؟ يعني ونحن الآن بعد خمس سنوات أرضن أنها ربما فترة كافية جدا لتقييم ما حدث في الحادي والعشرين من سبتمبر ما الذي حصل عليه اليمنيون الآن؟ أولا لم يترك الفرصة لم تترك يعني فرصة كاملة للقوة السياسية الجديدة التي لم تكن مشاركة في أي نظام سابق لتستكمل منهجية الثورة ولتقدم للشعب اليمني ما كانت تأمل أو تطمح إليها الثورة التي قاموا بها أتى العدوان وخلط الأوراق وكانت الحرب جديرة على أن تدمر بقية الأهداف التي كانت ترمو إليها الثورة والتي كان يتطلع إليها قيادة الثورة والمكونات السياسية المشاركة بالثورة خلطت الأوراق الحرب كما هو معروف وأنا أذكرك بتاحة المبعوثة الأممي جمال بن عمر حين ذاك تحدث على أن المكونات السياسية اليمنية بما فيهم جماعة أنصر الله وبقية المكونات السياسية المشاركة بالعملية السياسية كانوا على وشك أن يصلوا إلى حل سلمي شامل للقضية اليمنية وكانوا باستطاعتهم أن يخرجوا بعد الحوار الوطني بمستجدات جديدة للشعب اليمني أو برؤية جديدة للمستقبل للحكم في اليمن حتى أتت الحرب وخلطت الأوراق وأصبحت الآن الدنيا فوضى والأرض محروقة والسماء تشعل نيران وطائرات التحالف تقصف وتهدم الديار على رأس ساكنيها المقدرات تدمر لم يترك للقرار السياسي أو للحل السياسي أي باب خلط العدوان أوراق السياسة وأوراق الحوار وكل شيء كان بإمكانه أن ينقذ اليمن وأن ينقذ القضية اليمنية والعملية السياسية في اليمن وباعتقد أن الحرب أتت لهذا السبب والسبب الرئيسي من قيام العدوان هي لخلط الأوراق وكي لا يتفق اليمنين أو يصلوا إلى حل سلمي يفضي بأن يشارك الجميع في السلطة الجديدة وتبقى اليمن في فوضى عارمة ومستمرة إلى أمدا بعيد ويستمرهم بنحف ثرواتها كما يجري الآن في الجنوب وبقية المناطق التي تسيطر عليها القوى الخارجية مثل ميليشيات الإمارات وبقية المكونات الإرهابية هذا كان الهدف الأساسي للتحالف السعودي ودخول اليمن تحت ذريعة عادة الشرعية لم يعيدوا الشرعية نحن الآن في عامنا الخامس هل عادوا الشرعية هل حظي بقية المكونات السياسية بأي من الإحضرام أو بأي من التقدير من قبل التحالف العربي نحن نرى ونسمع ونطلع على كل التقارير التي تتحدث عن لكن ما هو الفرق الآن أنت تسرد بهذا السرد كله سيدة زبيدي وتتسرد بهذا السرد فيما يتعلق بالعراقيل التي واجهت من سيطروا على المشهد بعد 21 سبتمبر أنا أتذكر ذات المبررات التي كانت تطرح في سياق الحديث عن الوضع الصعب عن مسألة تفجير خطوط الكهرباء أن هناك مؤامرة أن هناك من يعرقل أن صالح كان موجودا ما الجديد الذي أوجده المتحكمون في المشهد اليمني في المناطق الشمالية تحديدة مناطق سيطرة الإنقلاب إن صح التعبير ولم يكن متوفرا ما هي الإضافة التي أضافوها فساد إلى جانب الفساد هذا نهاية المطار أنا ذكرت لك أولا ذكرت لك أنه لم تتح الفرصة بشكل كامل هذه المبررات كلها قيلت أيضا أخذوا سنة نقول أكثر من ذلك أو أقل هذه ليست مبررات إنما هذا الواقع والحقيقة ونحن نتابع الحدث منذ انطلاق أول شرارة لهذه الثورة وأنا كنت أحد المشاركين بهذه الثورة الأمر طبيعي جدا هناك ثورة سلمية بدايتها كانت أولا مطالب سلمية وإصلاحات وإصلاحات داخل الحكومة اليمنية ثم تطورت بحراك شعبي أفضى إلى أن يقتحم الساعات وأصيب الكثير من الثوار في الواحد العشرين سبتمبر حين انطلاق الثورة قبلت الثورة بالكثير من الانتهاكات كما حصل في عمران وبقية المحافظات وحين ذاك هذه لو كانت انقلاب بحسب ما تعرفها وبحسب ما تقول أنت فهذه كان على رأس الانقلابيين وهذه يعتبر أول الانقلابيين هذه عندما دخل الثوار عمران ذهب هو إلى عمران وقال عادت عمران إلى حضن الدولة وكان معترف بالثورة وبقيادة الثورة وقد أفضى بعد ذلك هل تقول قبل قليل أن الثورة كانت سلمية سيد زبيلي تعدى ومثل المبعوث الأممي إليهم نعم كانت سلمية نتحدث على أنه حصل اقتحام لساحات الثورة من قبل ما يسمى بالميليشيات التي كانت تتبع الجنرال علي محسن وغيرها هناك الثورة قوبلت وجهت من الحكومة بإطلاق النار وبالطهاد الثوار وبالقوة ثورة سلمية كانت أيضا في عمران دعني أنقل هذه النقاط كيف تراها سيد العزعزي سيد العزعزي يعني السيد الزبيدي يقول البلد في حالة حرب أنتم تريدون من الطرف الآخر في وقت الحرب تحقيق شعاراته بتحقيق الاستقرار الاقتصادي لطبيعة الحال أي بلد تدخل حربا لن يستطيع أي نظام مهما كان قويا أن يحقق الاستقرار الاقتصاديا ثم ألم يعني في نهاية المطافة الاستقلال الوطني على الأقل الحثيون كما يبدو ليسوا مرتهنين بهذا القدر كما هي الشرعية الآن ألا يبدو من غير المنطق هذه المطالب التي تطلبونها ممن كانوا على رأس ما يسميه ضيفي ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر سيدي ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أسقطت أربعمائة ألف جندي وقواعد قوية وأخرجت سلاح الطيران خارق الجاهزية أفقدتنا الموانئ أدخلتنا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأخيرا أدركت رئيس المهورية إلى عدن وقعلت غادر البلد فرضت سيطرتها دفعت نفسها ابتداء من صعدة إلى حرف سفيان ثم من حرف سفيان إلى عمران في عمران كانت تصطدم كما تقول بجيش قرار لنائب الرئيس اللواء علي محسن الأحمر وهي بهذا الشكل تعتقد أنها كانت تتواجه بشخص كل هذه مبررات كان الشعار واضحا شعار الجماعة كان الموت الموت أصاب اليمنيين الموت أصاب أحلامهم الموت أصاب إمكانياتهم الموت أصاب ما خلفته ذورة السادس والعشرين من ستمبر لإثني وخمسون عاما ما راكمه اليمنيين من إمكانيات من بنية تحتية من علاقات من بداية تكون هوية وطنية في ظل حالة التسلل الحوثيين فتحوا شهية الأطراف الداخلية التي تملك مشاريع ما قبل وطنية وهم واحدا منهم إلى فرض هذه العملية كانت ثورة سلمية لكن على طريقة أمثال اليمنيين القائلين يقرى ياسين وبيده حقر كانت ثورة سلمية ظاهريا وهم يحملون بنادقهم باتجاه مجلس الوزراء ثاروا ضد عملية توافق تجمع القوى السياسية لأنهم يومها لم يكونوا جماعة سياسية ليدخلوا النادي السياسي تساهل معهم الجميع وكأن هناك خطة كانت تدبر كانوا هم رأس الحرب لتدمير هذه الخطة تدمير ما امتلكه اليمنيين وترك البلد على الحديد كما يقال تدمير كل شيء تدمير الجهاز الفني والإدارة للحكومة اليمنية التي شهرت والغالبية العظمى مات طوال هذه الفترة فقد حياته إلا غلبا أو قهرا أو قمدا أو غيره نعم ألم يحقق الحثيون استقرارا جديدا اقتصاديا في مناطق سيطرتهم ألم يكونوا أفضل في ناحية محاربة الفساد يا رجل هناك لجنة ثورية لمتابعة الفاسدين هذه اللجنة الثورية لمكافحة لماذا تكافح الفساد هل تكافح الفساد بأن تصادر رواتب الناس ومعيشتهم هل يكافح الفساد بأن تبنى شبكة لا منتهية من شركات النفط الداخلية بعد أن دمرت شركة النفط هل المهمة أن يتحول الحوثيون أوام وأنصارهم وحلفائهم إلى بارونات مالية على حساب البلد ومضخراتها واحتياطها النقدي دمروا كافة تجهيزات وأسلحة الجيش اليميني كانت هناك قواعد قوية كانت هناك إمكانية لبناء جيش بل كان هناك جيشا وطنيا محترفا باسم شخصا دمروا الجيش بأكمله لما كل هذا الحقد والتدمير على البلد حتى المساجد لم تسلم ومعتقدات الناس لم تسلم أصبحنا اليوم نرفع شعارا أخضر للميلاد النبوي ونتكلم عن الولاية والاستحقا ونقسم المجتمع إلى سادة وعبيد وندخل في حالة من التمييز أشبه بالتمييز السلال المنصري داخل هذا المجتمع أفقدوا قعلنا الجميع أو قعلوا الشارع يرتاب من كلمة يمني دفعونا جميعا إلى أن يتم اللقو إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة كنا نراهن أن يكون الحوثيين قوة دفع الثوار عادة ليس بالضرورة أن يحكموا لكنهم قوة ضامنة لو أن الحوثيين وقفوا موقف القوة الضامنة مع شباب الساحات ومع بقية المجتمع اليمني كان يمكن أن تفرضها جندا وكنا يمكن أن نتقاوز هذا البلد ما يعرف أن أي مجتمع بعد الثورات يخرج لديه عاملا متحفز وقدرة غير عادية أو قدرة كبيرة جدا على إحداث تغييرات قوهرية في البناء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اليوم دمر كل شيء دمر كل شيء داخل البلد ودخلنا في نزاعات وخلافات وسوف ندخل في ثارات وثارات مضادة وقد لا نصل إلى حالة الأمان دعنا الآن في الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية سيد العزعزي أسألك سيد زبيدي يعني في الجانب الاقتصادي كان المبرر الأول أول مبرر وأهم مبرر لعب عليه الحوثيون وهو إسقاط ما يعرف بالجرعة ومكافحة الفساد اليوم الاقتصاد منهار تماما الفساد بلغ مستويات لم يصلها من قبل أيضا والحوثيون زعماء الجماعة هم الأثرياء والفقراء هم باقي الشعب اليمني أين الوعود؟ سيد زبيدي وقد دمت كل حرمات اليمن واليمنيين ودمرت كل اقتصاد اليمن بما فيها مقدرات اليمن من المصانع ودمرت الموانئ وأحكمت سيطرتها عليها عبر أذرعتها من ميليشيات الإمارات في الينوب وغيرها وبالإضافة إلى الحرب الاقتصادية التي أوعزت بنقل البنك المركزي إلى عدن وتدمير الاقتصاد بشكل كامل وفي الآونة الأخيرة أنت ترى ونسمع كلنا عن السفن الإغاثة التي تحتجزها السعودية بقرارات تعسفية في البحر الأحمر أولا الاقتصاد وفي ظل الحرب وفي ظل العدوان على اليمن وظل الحرب الاقتصادية والحصار على موانئ ومطارات اليمن ظل البنك المركزي في صنعاء يصرف رواتب كل الموظفين بما فيهم في الجنوب المناطق المسيطرة عليها من قبل ما يسمى بشرعية هادي والمناطق التي يسيطر عليها المجلس السياسي التابع لأنصار الله وأنا أنوه هنا لا أتحدث باسم أنصار الله ولا أمثل أنصار الله بأي حال من الأحوال وإنما أتحدث باسم يمني منصف للقضية اليمنية أو للأزمة السياسية الجالية وإنما الإنصاف الذي ترى أنه أليس هناك فساد في الجماعة في رؤوسيا في مسؤوليها ألم يكونوا ثروات خلال هذه الحرب خلال سنواتها كلها على الرغم من معاناة يمني أنا لا أنكر أن هناك فساد في كل المناطق اليمنية بما فيها في الشمال وفي الجنوب ولكن إذا أوقفت الحرب واستعاد اليمنيون القرار السياسي والأملية السياسية بين أبناء اليمن كيمنيين وأفضوا إلى حلول سلمية وشراكة في المستقبل تحت غطاء أو تحت حكومة تضم كل المكونات السياسية اليمنية باعتقادي الجماعة ومثلين المجلس السياسي في صنعاء هم أكثر نزاهة من بقية المكونات السياسية التابعة على القوى الخارجية لو رأينا أو لو أتينا للتأمل ما يجري في الجنوب أين الأمن أين الاستقرار أين داخل الموانا والمطارات وبقية المؤسسات الحكومية التابعة للجمهورية اليمنية لا شيء من هذا أين الإيرادات التي تأتي من الموانا أو من بقية المؤسسات لماذا لا يوردوها إلى البنك المركزي في عدن؟ لماذا لا تصرف الرواتب؟ من الذي يمنع صرف الرواتب؟ لماذا هذا التعسف الذي تخلق أزمة اقتصادية في الشارع اليمني؟ ولماذا عندما كان البنك في صنعاء كان يصرف الرواتب لجميع الموظفين في الجمهورية اليمنية؟ بما فيهم الموظفين الذي تحت سيطرة الشرعية ومعيسة ما بالشرعية؟ وعندما تم نقل البنك خلقوا أزمة اقتصادية لاستغلال اليمنين واستغلال حاجتهم واستغلال العوز الذي يمر فيه منعوا الإيرادات أن تزل إلى البنك المركزي منعوا الرواتب أن تصرف إلى ثلاث سنين الآن لم تصرف رواتب للمعلمين ولموظفين الإداريين والحكومين وخلقوا أزمة إنسانية لم تعرف لها مثيل وهذه الحرب الاقتصادية طبعا هي حرب مهنية وحرب معي هناك أيضا الحوتيون قالوا في 2014 أنهم قاموا بما تسميه ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر للدفاع عن سيادة البلاد واستقلال قلارها لكنهم الآن لا يبدون أكثر من أداة بيد إيران فيما البلد في طريق للتفكك فعليا فهل هذه السيادة التي كان يريدها الحوتيون؟ ومن يريد تفكيك البلاد أليست الشرعية أو أليست التحالف من يريد تفكيك اليمن؟ التحالف الذي أتى تحت مسمى إعادة الشرعية والحفاظ على السيادة اليمنية؟ أليست التحالف من يريد أن يفكك اليمن ويجعله دولتين ويعود بنا إلى ما قبل 94؟ التحالف الذي أتى تحت مسمى إعادة الشرعية لليمن والحفاظ على اليمن واستقلال اليمن واستقلال أراضيه؟ الآن يريد أن يفصل الينوب يريد أن يخلق حرب طائفية وحرب مناطقية بين اليمنيين أليس هذا ذات التحالف الذي تغازل جماعة الحوثي وتحاول في كل مناسبة ممكنة وترسل له المبادرات الإيجابية بأنها ستوقف الضربات على السعودية فيما القتال بداخل الجبهات في اليمن يستمر والسهداف المواطنين اليمنيين يستمر القوى السياسية في صنعاء تبعث رسائل سلام لكل المكونات السياسية اليمنية إلى أن يعودوا إلى حبن الوطن وأن يتركوا العمالة للخاري وأن يعودوا ليحصل حل سياسي بين كل المكونات السياسية بحسب الطلاعي وبحسب متابعة العملية السياسية في اليمن أو التغيرات في الشارع اليمني لو أتيحت الفرصة لليمنيين كيمنيين أن يتفقوا فيما بينهم لا اتفقوا ووافضوا إلى حلوس المياه ترضي الجميع ولكن التدخل الخارجي هو من يصعب الأمر وهو من يعرق كل هذه العملية السياسية ويحاول أن يدمرها وينفيها من الوجود ليستمر تواجدها في اليمن ويستمر استنزافة لثروات اليمن والسيطرة على اليمن وأراضيها سياسيا وقراراتها السياسية والإقليميات الخارج التحالف السعودي هذا ما يريده من اليمنين هو يريد فقط استغلالنا لم يأتي إلى نصرتنا لم يأتي لعادة السيادة اليمنية كما تزعمون أو أن هناك تدخل إيراني ليس هناك تدخل إيراني لو كان هناك تدخل إيراني لكانت الحرب انتهت ولا كان السعودية الآن لكانت القوى السياسية اليمنية في داخل الرياض متحكمين بالقرار السياسي في الرياض التدخل ليس هناك أي تدخل كل هذه وهم المؤامرة التي تعيش بقية المكونات السياسية ومن وراءهم من الدول الأقليمية أمثال السعودي الإمارات هم عايشين في وهم مؤامرة بأن هناك تدخل إيراني وهناك تدخل إقليمي بالشأن اليمني ولم نرى من هذا التدخل أي شيء كلما رأينا أن هناك تدخل من قبل النظام السعودي والإماراتي بالشأن اليمني يريد أن يتحكموا بالقرار السياسي بالداخل اليمني ويريد أن يسيطروا على منافذ اليمن برا وبحرا وجوان وأن تكون لهم الكلمة الأولى والأخيرة بالشأن اليمني هذا ما رأيناه وهذا ما وجدناه على الساحة لم نجد أي تدخل إيراني أو أي تدخل من بقية الدول الأقليمية بالشأن اليمني غير التدخل السعودي والإماراتي وليس الجديد التدخل السعودي بالشأن اليمني من قبل 2011 وثورة 11 فبراير ومن قبل أن تكون ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر وقطعت اليد الدخيلة للسعودي ويجن جنون السعودية وقامت وأتت بعدوانها على اليمن دعني أنقل هذه النقاط إلى السيد العسعزي السيد العسعزي لماذا يتحمل الحوثيون الآن المسؤولية هذا الوضع وحيدين هناك أطراف أخرى يعني في نهاية المطاف الحوثيون يقولون أنتم من جلبتم أطرافا خارجية للقتال معكم ثم بعد أن وضحت نوايا هذه الأطراف يقصد التحالف وغيرها أنها لا تريد مصلحة البلاد حملتم الحوثيون مسردية الوضع بداخلها يعني لا يمكن في نهاية المطاف أن يتحمل الحوثيون مسؤولية ما يقوم به التحالف الذي استدعاه هادي وشرعيته هادي استدعى التحالف وشرعيته عندما قاد الحوثي القلاب لم يستدعهم هادي ولكن الذي استدعاهم ذاك الذي حشد قواتا من الميليشيات باتجاه القوف ليقود مناورة عسكرية لكيانا أيراني لا يستدعي هذه التحالف ويستعرض صواريخ وطائرات مشيرة وقدرات وهمية هو من استفز الإخوة في المملكة الذين يحق لهم بحسب ميثاق الأمم المتعدة وقامعات الدول العربية التدخل لحماية مصاريخهم ولحماية حدودهم وهناك طلبا رسمي تقدم به رئيس الجمهورية الذي أصبح أمام حلين إما أن يسلم نفسه مقتولا داخل عدن ووامم معه من المخبة السياسية أو يغادر البلدة غادر البلدة متنكرا إلى أن وصل عمان وهي عملية كان يمكن أن يرحى ضحيتها من فوض الحوثي ينقلب باسم المجتمع أي ثورة تلك من فوضه أن يقود هذا الدمار والتدمير أن فوضه أن يقلب العالم بأكمله يدعون أنهم سوف يقطعون دابر التدخل الأجنبي فقلبوا العالم من كل حدب وصوب قلبوا البلد العربية ثم قلبوا القوى الإقليمية ثم قلبوا القوى الدولية يتحدثون عن إرهاب ما الذي يحكمون به اليوم المحافظة الشمالية يحكمونها بطريقة السيد المسيح إذا لطمه أحدا بخدي الأيمن أدار خده الأيسر يحكمونها بالحدي سيد عبدالعزعزي لكن سيد عبدالهادي لكن في نهاية المطاف كل ذلك كل هذه المشاكل كان يمكن حلها داخليا لم يكن الأمر جللا كما يفهم من كلام السيد الزبيدي لأن يستدعى طرف خارجي أن تترى الآن كيف يستبيح الأراضي اليمنية ويعبث بسيادتها هذا الأمر يجعلنا نشك أيضا أن من يتهمهم الحوثي بأنهم خصوما واعدا ابتداء من الولايات المتحدة ومن القوى الإقليمية هو حليفهم الاستراتيجي على مدر التاريخ هو حليفهم الاستراتيجي تماما وهو ينفذ مخططا كانت هناك قوى عسكرية وكانت هناك بناء للجمهورية وكانت هناك بناء لتحول ديمقراطي في البلد أتى لنا بشعار الولاية والمختار وولاية الفقه وتلك الأحاديث دمر الدولة أهارها بشكل عام ثم تحول إلى أكبر ناهب في البلد لأن ما يمارسه من جمع أموال وإتاوات وغيرها لا يعد فساد يفسد من ينفق من ينفقه على مصالح عام هو لا ينفق الآن شيء هو ينهب الناس وينهب البلد استهلك احتياطيا للبلد قدره 5 مليار دولار استهلك مقدرات البلد رفع الدولار من 200 و15 طوال فترة حكم السيد محمد سالم باسندوة حكومة الوفاق الوطني إلى 604 ريالات في عصل ازدهار الحوثي وإبداعاته وتحدياته وعن ترياته وأوهامه التي أوصلتنا وتجارة المناطق القبرية وكل مناطق الشمال معه لأن هذه الجماعة عملت على إبقى هذه المناطق طوال الفترة من عام 1962 إلى هذه الفترة إلى عام 2014 وتركتها عبارة عن مناطق منحدرة إلى العصور الوسطى ليتمكن من السيطرة عليها وفرض إرادته وتجيشها الحوثي طرفاً في مؤامرة إقليمية دولية على الجمهورية اليمنية وعلى مواطنها هناك خوفاً في الإقليم من المسألة الديمقراطية وكان يقلب هدمها وكان الحوثي رأس الحربة في هذا الهدم من أزهقار وحوم هل لهؤلاء ضمير؟ هل يرون الآن كيف يعيش الناس؟ كيفية إمكانياتهم؟ هل يدركون من الذي يتعرضون له الناس داخل معتقلاتهم بالآلاف؟ كيف يحولونهم إلى دروع بشرية؟ أي انتماء عند هؤلاء؟ من الذي يتكلمون عنه؟ أي سيادة إذا كنت سوف تهلق البلد وتدفع سكانها إلى الموت القصري؟ فأي سيادة على أرض لا سكان لها ولا كرامة لهم ولا عزة ولا أيضاً قدرة اقتصادية حولوا أفقروا البلد بشكل منظم وقعلوها جاهزة لأن تكون فقط تبحث عن ما يسد رمقها ويحافظ على عيشها فقط لا غير الحوثيين ارتكبوا قرائم حرب فضيعة وأعتقد أنهم اليوم والقوى التي تخف خلفهم سواء القوى الإقليمية والقوى الدولية وتكاد تحضر أوروبا الغربية في نظري أكثر من إيران كداعم رسمياً لها وعلى الإخوة في القوى الشرعية في الشرعية اليمنية والتحالف العربي أن يبحثوا عن مبرر آخر نحن شعباً نستهلك نستنزف لما يمارس ضدنا اليوم هي حالة من قرائم الحرب اللامنتهية على اليمنيين أن يخرجوا من حالة الصمت في مناطق سيطرة الحوثي ويعلنوا حالة الانحياز لأنفسهم علينا أن نتخلص من كل النخبة السياسية والحوثي على رأس هؤلاء هو وجماعته يتكلم عن توافق وأحزاباً سياسية وأحزاباً بصنعة لم يتبقى سوى السيدة الهاشمي حسن زيد في صنعة مع الحوثي كأميناً عام لا يوجد أحد من القوى السياسية لكن حالة اللامشروع وحالة الغباء واستعاضة الشرعية بمجاميع من القيادات الإدارية المغمورة من الصف الثاني والثالث وقلبهم إلى خارج البلد أفقدها رجالات الخبرة والقدرة ومن يمتلكون الأدوات للحفاظ على قهاز الدولة الإداري وسيادته وحسم المسائل الداخلية هم من فتحوا شهية كل المشاريع ما قبل وطنية القائمة داخل البلد هم من عززوا هذا الاتجاه هم من احتكموا إلى قوة البندقية ورائحة البارود قوة البندقية ورائحة البارود هي اللغة التي أقادها الحوثي هو لا يقيد إلا هذه اللغة جماعة دينية تقليدية تمارس السياسة بالعنف جماعة الحوثي لا تختلف عن جماعة جوزيف كوني الزعيم جيش الرب في أغندا ومرتكبه بحق الأغنديين فترة عيدي أمين وما تلاها ينتهي منتحرا داخل الغابات في غرب السودان انتهت هذه الجماعة لكن جوزيف كوني لا زال مطلوبا دوليا هناك العشرات من كل أولئك الذين تأولوا إلى أمراء وعلى أغناء حرم من كل الأطراف يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم عن معالك إيجا وعلى البلد انضموا لبقية الفاسدين الذين كانوا ولم يمثلوا جديدا بالنسبة للمواطن اليمني ومع ذلك هم احتكروا السلطة في مناطقهم أنقل لك هذه النقاط سيد الزبيدي كيف ترد عليها ما يقوله السيد عبدالهادي العزعزي هو فيما يتعلق بأن الحوثيون كل ما فعلوا هو أنهم أصبحوا وجها سياسيا فاسدا كما كان هناك فاسدون آخرون يعني بالنهاية المطاف سيد عبدالهادي العزعزي يمثل نفسه هنا ويتحدث عن ذلك ويمثل صوتا كبيرا من أشارع اليمن فيما يقوله وهو يقول أيضا في نهاية المطاف أنتم احتكرتم العملية السياسية في مناطق سيطرتكم من هم شركاؤكم الآن هناك؟ كيف ترد؟ يعني كل الذي هربوا هم القوى السياسية التي الآن في فنادغ الرياض هم فقط القوى السياسية اليمنية يعني داخل اليمن وخارية فقط يعني هؤلاء العشرين نفر الذين في فنادغ الرياض هم فقط القوى السياسية لليمن والمكونات السياسية لبقية الأحزاب اليمنية أين القاعدة الشعبية للحزاب اليمنية أين بقية المكونات السياسية هؤلاء العشرين النفر فقط هم الذين يمثلوا العملية السياسية من مع الحوثين الآن حتى الصالح شريك الثورة تشارك بقية المكونات السياسية حتى الصالح قتلتهم لا زال المؤتمر وقاعدتها الشعبية قضية صالح هذه قضية نقشت وتحدثنا سابقا عنها والأمر من هم شركاء الحوثين الآن من هم الأطواف السياسية المتعددة التي يرعاها الحوثيون ويتشارك معهم في إدارة البلاد فيها نورنا بحسب الطلاعي لا زال هناك من المكونات من بقية الأحزاب السياسية ما فيهم الناصرين ما فيهم المؤتمرين لا زالوا مشاركين بالحكومة أو حكومة الإنقاذ الوطنية التي تدير المجلس السياسي في صنعاء هناك أفراد من الأحزاب اليمنية مختلفة الأحزاب اليمنية في صنعاء تشارك الحوثي أو تشارك أنصار الله العملية السياسية وهذا أمر طبيعي ونحن نسمع كل يوم وآخر حسب الطلاعي جماعة أنصار الله تطلق مبادرة ودعوة أفو عام لبقية المكونات السياسية أن تعود إلى صنعاء وتشارك بالأعملية السياسية ولم نجد أي استجابة وأعتقد لم يجد استجابة لهذه الدعوة وبسبب ضغوط خارجية قد تكون أو بسبب انحيازات أو تحركات حسب ما يرسم لهم المخططات من سواء دول إقليمية أو مشاريع أو أحزاب سياسية تتبنى العملية السياسية في الخارج ليسوا فقط من يتواجدون في الرياض هم من يمثل العملية السياسية في اليمن أو المكونات السياسية أو بقيئة أو مكونات الأحزاب السياسية الكثير من الأحزاب السياسية في صنعاء لا زالوا متواجدون ويشاركون بالعملية السياسية بشكل رئيسي المؤتمر الشعبي العام كونه أكبر حزب وله قاعدة شعبية كبيرة في الداخل اليمني سواء في المناطق الشمالية أو الجنوبية لا زال يشارك جماعة أنصار الله السلطة في صنعها ولا زالت الحكومة تدار عبرهم وعبر شركاؤهم من قوى التحالف الأحزاب اليمنية وبقية المكونات السياسية هذا بحسب اطلاعي وبحسب متابعتي للعملية السياسية في اليمن لكن ضيفك الكريم يتحدث على أن يجب إقصاء المكونات السياسية لا يمكننا إقصاء أحد العملية السياسية في اليمن لا بد أن تكون سلسة ولا بد أن يكون هناك توافق ويكون هناك تنازل من بعض القوى السياسية سواء في الخارج أو في الداخل لا بد أن يقدموا تنازلات لبعضهم البعض حتى تستمر العملية السياسية بشكل سلمي وبشكل صحيح ونترك الخلافات الداخلية الصغيرة البسيطة بين أبناء شعب اليمني لأن خلافاتنا الأقليمية مع دول العدوان هي أكبر من الخلافات السياسية البسيطة بالداخل اليمني نحن الآن كقوى سياسية يمنية سواء من كانوا بصنعاء أو بمناطق أخرى يواجهون العدوان ويواجهون تحالف شرأة الأطماء الشخصية يريدها من الأراضي اليمنية ومن الشعب اليمني نحن نرى الآن الاضطهادة التي تحصل لجماعة حزب الإصلاح في الينوب كذلك ما يحصل أو ما نسمع عنه أن هناك اعتقالات في السعودية لمكونات سياسية يمنية وضغط عليهم بأن لا يتخذوا أي قرارات ولم يسمع لهم حتى بالسفر أو المغادرة ولم نسمع لهم أي تصريحة بشأن الأحداث الأخيرة التي حدثت في الينوب هذا يعني أنهم مغلوبون على أمرهم وهناك سيطرة قوية من قبل التحالف عليهم وعلى قرارات السياسية حتى على مستوى رئيس الجمهورية لم نسمع لها أدنى تصريحة أو ما يسمى برئيس جمهورية أو ما يعترف به لم نسمع لها أدنى تصريحة عن الأحداث الأخيرة في الينوب أو ما يحصل في الداخل اليمني من الطهادات اليمنيين وانتزاع للقرار السياسي من حكومة أو من شرعية أو من ممثلين شرعية في الينوب هذا يعني أن السعودية والإمارات بشكل خاص هي متحكمة بالقرار السياسي التابع لما يسمى بشرعية هذه واليمنيون بطبيعتهم لن يقبلوا أي تدخل خارجي سواء بشأنهم السياسي أو بشأنهم أو بأي شأن آخر لن نقبل هذا كيمنيين أحرار نريد أن نحافظ على سيادة وطننا ونريد أن نحافظ على سياسة أو قرارنا أو سلامة قرارنا السياسي في الداخل اليمني قضايانا السياسية كيمنيين سنحلى فيما بيننا إذا أتيحت لنا الفرصة وإذا تفقنا كيمنيين ضد التدخل الخارجي ستفضي العملية السياسية إلى حلول سلمية لجميع المكونات السياسية اليمنية بما فيهم جماعة انصار الله بما فيهم الإصلاح بما فيهم المؤتمر سنشارك في حكومة وفاق وطني بين جميع المكونات السياسية اليمنية وهذا ما نطمع إليه كسياسيين في الداخل أو في الخارج لأن التدخل الخارجي هو من يلعب بالحركة السياسية أو بالعمل السياسية في اليمن هم يريدون أن يظل متقاتلين المتناحرين إلى ما لا نهاية حتى يتيح لهم الفرصة بأن يسيطروا على موانئ ومطارات وراضينا اليمنية ما رأيك سيد العز عزي في دقيقتين لا يركب على ظهرك أحد إلا عندما تنحني عندما تنحني يركب الآخرين على ظهرك ما يطرحه من التدخل الخارجي وما يطرحه من كلام الأخ في الولايات المتحدة لا يدرك ما الذي يحدث في صنعة لم يبقى في صنعة من القوى السياسية سوى السيد حسن زيد وهو رأس قزعا من رأس هذا الإنقلاب وهذه المنظومة تم التعامل مع كافة اليمنيين على أنهم مقرد تابعين منتقصين رعايا ولم يصلوا إلى مستوى مواطنين ما هو حواقع في صنعة هو زوامل يا شوقي للجرامل وطوائر حلقي أي عمل سياسي هذا ما يجري هو يجري نهبا للبلد يجري تدميرا لمقدراته الحوثي أنهك البلد أنهكنا وكل من شاركوا يتحملون كامل هذه المسؤولية في الضحايا الذين سقطوا في البنية التي دمرت في الفقر في الإهانة في التشرط في المعتقلين في الأسرى في التعذيب بأساليب وحشية أين سوف يدعب أولا من كل هذه القرائم ندرك أن العالم يبحث عن مدخلا لابتزاز الخليق وغباء الخليق في التقاري مع هذه العملية تقع لنا مدخلا بكل فقرنا وقوعنا ووضاعنا السيئة والحمقى أمثال الحوثي وقوى الشمال وقوى الجنوب كل هذه القوى والمشيخات التي لم تعمل داخل الشرعية على بناء مؤسسة لا مؤسسة جيش لا مؤسسة عمل واعتمدت على مراهنات شخصية وكما قال روحاني عن وضع هذه الدول وعن وضع الشرعية وعن حالة التحييز والغباء الذي تم في إدارة هذا الملف كعالنا جميعا نحمل الحوثي أولا والسلطة الشرعية ثانيا فالحوثي بدرجة أساسية مشاركا بالقتل والتخطيط والعداء وتحول إلى مقرد مرتزق في تنفيذ أجندات هو عن ناهب اليمنية الأول هو من صادر إرادتنا هو من دمر أحلام هذا القيل هو من دمر أحلام هذا القيل والمستقبل ودمر قيلين من الماضي مما قرى كسبه منذ ثورة السادس والعشرين ستمبر دمر روح الانتماء للبلد لأن هذه الجماعات التي تدعي التفوق والسلالية لا تحكم هذا البلد إلا في الحرب الأهلية في حالة الحرب الأهلية والمقاعات فهم يدفعون البلد بكل ما يؤتي من قوة أن تدخل حرب أهلية أو مقاعات ليستمر هؤلاء هم الآن يقدسون مليارات ويقدسون أسلحة ويقدسون ولااءات ويقومون بزواجات متعددة وخلقة إذن اليمنيون يعلمون ما الذي يفعله كل الطرفين وهم من سيحكمون في ذلك جزيل الشكر لك إذن سيد عبدالهادي العز عزينام جزيل الشكر لك المحلل السياسي سيد عبدالهادي العز عزي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز وكذا للمحلل السياسي ضيف الآخر سيد محمد الزبيدي من نيويورك الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصاد في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء اشتركوا في القناة